استقبل خادم الحرمين الشريفين مكسلمان بن عبدالعزة للسعود وزير الخارجي الفرنسي جان إيف لودريان ونقل لودريان لخادم الحرمين الشريفين تحيات رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو فيما أبدى الملك تحياته له واستعرض خادم الحرمين الشريفين مع الزير الخارجي الفرنسي العلاقة الثنائية بين المملكة وفرنسا وبحث الأوضاع في المنطقة حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان ووزير الخارجي عادل الجبير وستفير فرنسا لدى المملكة فرنسوا غيات